رأى رئيس طيار المرد النابس نميل فرنجي إمكان وجود رابط بين ملف توقيف ميشيل اسماحة وعملية اغتيال اللواء الحسن وأشار إلى أن لدى سوريا ألف سبب وسبب لاغتياله فرنجي وفي حديث تليفزيوني قال أنا لا أبرر اغتيال أي شخصية ولكن إذا كانت هذه الشخصية السياسية الأمنية تتعاطى بالملف السوري وتخرب فأصبح لسوريا أسبابها وهذا قانون اللعبة أضاف لماذا لا يعترفون بعماد مغني كشهيد وهو بقيمة وسام الحسن بألف وخمسمائة مرة فرنجي رأى أن تجربة الرئيس الوسطي لم تنجح مؤكدا أنه غير راض على مواقف رئيس الجمهورية الذي لا يتصرف بحياد منذ قضية اسماحة على حد قول فرنجي مضيفا إذا كان هدف سليمان أن يكون زعيما في كسروان عبر مهاجمة سوريا فهذا الأمر ليس ناجحا فهذا الأمر ليس ناجحا في قيمة سوريا فهذا الأمر ليس ناجحا في قيمة سوريا